السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وتدى بهدي إلى يوم الدين وبعد فدائما أبدا نسعد بذكر الله وترطب ألسنتنا بذلك وتقوى أبداننا بذلك وتتنزل علينا السكينة بذلك وكذلك فالأرزاق تستدر والمصائب تدفع كل ذلك بذكر الله شياطين تنخنص ملائكة تتنزل وأجل من ذلك كله وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرناه قال تعالى فاذكروني أذكركم مشكر لي ولا تكفرون فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بله هذا ولا يفوتنا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا خير الجزاء لقد قال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وكذا مبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله جميعا لكل خير أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السائل يسأل يقول ما زلت أحدث نفسي معما الفتوى فيه بارك الله فيك وحفظك الله هل التدخين ينقض الوضوء؟ التدخين لا ينقض الوضوء يقول أخوه مات منتحرا عمره ثمانية عشر عاما ولكنه كان صالحا ويصلي ويقرأ القرآن فماذا نفعل حتى يسمحه الله ما نملك له إلا الدعاء ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين أمنوا وإن استطعتم أن تتصدقوا عنه تصدقتم عنه استطعتم أن تحجوا عنه حجوا عنه تعتمروا عنه اعتمروا عنه قالت إنها زوجة لرجل مات عرفيا ولم تأتي بورق ولا شهود وتريد المراس ليس لها شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أغطي الناس بدعواهم يعني لو صدقوا في كلامهم ودعويهم لذهب قوم بدماء قوم وأمولهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من واليمين على من الدعي عليه حكم الإجهاد قبل النفخ لمن لا تجد النفقة لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز قال تعالى نحن نرزوقكم وإياهم ينفع القرآن من المحمول بدون يضوء نعم ينفعه النبي صلى الله عليه وسلم كأن يذكر الله على كل أحيانة هيا جوز إرسال طلب صداقة للمخطوبة وأخذ رقم مبيل للمخطوبة ائت البيوتة من أبوابها يا راشد لا تعبث تقدم لأوليئها بإرادة الزواج منها أطلبها كمخطوبة لك حكم الحج بالقسط حكم الحج بالتقصيد الحج بالتقصيد جائز ولا نختاره لك لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لم يجب الله علينا الحج إلا عند الاستطاعة فلا أحب لك أن تكون مدينا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين هل يجوز حمل كتاب القرآن للتتبع مع الإمام في صلاة التراويح لا يجوز هذا إنما الذي يحمله هو الإمام ولا يحمله المأموم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة هل ما يقل من المرأة من سائل ينقض لضوء إذا كان هذا يقصد به الرطوبة الرطوبة التي تقل من المرأة ليست بولا ولا منيا ولا مزيا فلا تنقض لضوء على ما أختاره من أقوال العلماء والله أعلم وألوي على أن أولا القائل إنما خرج من السبيلين ينقض لضوء ليس هذا بحديث عن رسول الله وإنما هو أمر أغلبي وكذلك ليس عليه إجماع هل زيادة تحريك السبابة في التشهد شاذة نعم تحريك السبابة في التشهد رواية شاذة حاكم بشذوذها عدد هائل من أهل العلم العمل في شركة التأمين على الحياة إذا كنت في غنانة ابتعد عنها أسلم لدينك ورفع الله قدرك يا طارق هل يفهم من حديث الشم في ثلاثة عفوا حكم صناديق الزمالة لا تشترك فيها لا تشترك في صناديق الزمالة لأنها تودع أموالها في البنوك فمن ثم تتلوث بالربا فضلا عن الغرر تنتهي لأددة أربعة عشر وعشرة أيام بالهجر قبل الميلادي خمسة أيام بماذا تحسب بالهجر أم بالآدي يا يونس كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالمواقيت إنما المعني بها المواقيت الهجرية قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا يعني تسعة وعشرين هذا الغالب هل مكة كلها حرم؟ نعم مكة كلها حرم عند جماهير العلماء فعلى ذلك إذا صليت في أي مكان في مكة فأنت مأجور بمائة ألف صلاة هل نخرج من مال يتيم زكاة المال وزكاة الفطر؟ نعم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بينا زكاة المال قالت تأخذ من غنيهم ترض عليهم زكاة في أموالهم تأخذ من غنيهم فترد على فقيرهم بعمومه وأضم قالت عيشة تثمر أموال اليتامة لا تتركها للصدقة تأكلها وأما عن زكاة الفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان سكاة الفطر عفوا سعا من تمر أو سعا من شعير أو سعا من أقط أو سعا من زبيب أو سعا من طعام على الحر والعبد والذكر والأنس والصغير والكبير من المسلمين فرج الله كربنا وكربك يا أبا شريف يا أبا شريف هل ذاب الزوجة عليه زكاة إذا بلغ النصابة وحال عليه الحول زكية وفقك الله وشفاك الله ما حكم الزوجة التي ترفض الرجوع لزوجها بعد التطليقة الأولى ما حكم الزوجة التي ترفضت الرجوع لزوجها بعد التطليقة الأولى مع العلم أنه تم إرجعها بعد شهر هل كانت طلقت عند المأذون طلاقا بئنا أم كانت تطليقة رجعية وضح السؤال فإذا كانت طلقت تطليقة بئنة عند المأذون ليس لك أن تجبرها فإنما تريد رجوع إليها بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود أما إن كانت تطليقة راجعية فلا حق لها في الرفض وبمجرد قولك لها قد راجعتك تحسب المراجعة فالنمصلة الرحم المكلف المرأة بوصلهم رحموها أموما أقاربها أموما حيث لا تحدث فتنة والله أعلم هل الرشح من الأنف يفسد الوضوء لا يفسده ولا دليل على إفساده ربنا عادل وأن أشهد الليلة الله أشهد الليلة هو لكن لماذا أحزن قلب النبي وقال لا تدول عمك بالهداية الله يهبى لا يسأل عما يفعل وأنا وأنت نسأل يهبى ربك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ربك عليم ولتذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون فوأد بنك فيصل ما حكمه أشأنوا أشأنوا سائر البنوك حكم الفائدة الثابتة هذا حرام واربة أمنع من الإمام في مسجد نرمأني مجاز وقراءتي جيدة أنظر لماذا يمنعونك لعلهم يمنعونك لخلقك الذي لا يرتضى عندهم هيجوز قراءة الفاتحة والسورة خلف الإمام في صلاة الظهري في صلاة الظهري يجوز طيب السؤال لا تسيدوني في الصلاة ليس بحديث هل الحجامة تبطل الصيام لا تبطل الصيام عند الجنهور وقد سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس طال لا إلا من أجل ضعف وورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم ومحرم وفي رواة هو صائم ورواة هو الصائم سندها صحيح والأخرى كذلك وإن كان هناك من العلماء من يرجح رواة على أخرى ومن العلماء من يجمع بين الروايتين لصحة الإسنادين هذا هو حديث أفطر الحاجم والمحجوم من العلماء من قال إنه من سوق ومن العلماء قال إنه مؤول بمعنى أوشك الحاجم أن يفطر لأنه كان يمص الدم من المحجم فقد يدخل الدم في جوفه وأوشك المحجوم أن يفطر للضعف الذي يعتريه بسبب الحجامة صلاة أربع ركعات بعد الظهر ما حكمها تلك من السنة على ما وردت في بعض الأحاديث وبصدد التحذير النهائي قريبا إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربة إخواننا في الهند وفي الصين وفي بورما وفي كل بلاد المسلمين وفي غزة وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن نسأل الله أن يكشف الكربة وأن يزيل الهم اللهم أمين قال لها أن تطالق عند المأذون تقى رجعية أم بئنا أن تطالق عند المأذون هي مكتوبة في قسيمة الطلاق لكم في الغالب أنها عند المأذون تكون بئنا في الغالب تكون بئنة فانظر إلى قسيمة الزواج حكما حلف على المصحف زورا حكما حلف كذاب ومرتكب كبيرة ولا يكفي أن يقول أستغفر الله إنما لابد من التوابع التي تبعت هذا فقم تقبيل زوج الأم لابنتك وابنتك كبيرة حيث لا توجد فتنة جاهز فتنة لم يجهز وبعض العلماء يفصلون بين الأب وزوج الأم في المحرمية وإن كان هذا محرم على التأبيد وهذا محرم على التأبيد لكن يقولون الخطر الوارد من زوج الأم أكبر من الخطر الوارد مع الأبي كذا يقولون طبعا ليس هناك دليل يفارق لكنهم يقولون هذا ملاحظ الشيخ عباس عبد الخالق حفظه الله تعالى وسلمه من كل مكروه وسوء وأشكرك على تفضلك بالزيارة أنت وأصحابك وأبلغ الشيخ منصور السلام وسير إخوانك وفقك الله هل إذا بلغت البنت وابنت 11 سنة هل تلزم بالحجاب؟ نعم هل عبرته بالبلوغ صلاة الوطر بعد الساعة الثانية عشر ليل تجوز إلى مطلع الفجري ما معنى السلف؟ السلف الذين سلفوا ومضوا ولكن في الغالب الناس يطلقونها الآن الذين يسمون أنفسهم سلفيون يقولون نحن نتبع السلف الصالح أن السلف منه طالح ومنه صالح فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعوهم بإحسان القورونا ليست بطاعون حجة حكم الكلام عند تشياء الجنائز يكرا كانوا يستحبون الصمت عند ثلاث من الصمت عند الجنائز قول النساء أفواً بسائر أعمارهن للرجل أحبك في الله حيث وجدت الفتنة تطمنا حيث لم توجد فتنة تجوز مع حكم جمعية بين المعلمين لا بأس بالجمعيات هذا يدفع كل واحد يدفع مثلا مئة جنيه في الشهر ويقبضها أحدهم وبعد ذلك يتوالى كل شهر يقبضها الآخر لا بأس بذلك هل تجوز الصلاة مع المأموم هل تجوز الصلاة مع المأموم تجوز الأمانة حكم ذبيحة رجب أهلي سنة أم بدعة الأمر في ذلك واسع وحديث العتيرة العلماء فيها بين النسخ وعدمه لكن لم يضطرت فعلها بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كثيرا والله أعلم الله أعلم فالأولى الأولى عدم وهي إذا كنت ستذبح ويتوزع لنا الصدقات ما نستطيع أن نمنعك لكن ليس تواجب حكم سلام اليد لأخت الزوجة لا يجوز يا أشرف وفقنا الله ياك يا خليفاوي هل مسلم بكورونا شهيد ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما المبطول شهيد كما لا يخفى عليك كلمة يا حبيبي يا رب لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ما كان أحد يقول يا حبيبي يا الله يا حبيبي يا رب ما استعملوه هم الأسوة عمل عمليات جراحية في الركبة فهل له إذا أجنب أن يتيمم نعم له إذا أجنب أن يتيمم مدام الماء يضره يريد تفصيلا في أي ما أفضل المسافر الصلاة جماعة وأغلب الأئمة مقيمون وبذلك يتم أن يصلي مفادة لا يصلي مع الجماعة ويتم مع الجماعة وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما يا ابن عباس ما بالون إذا كنا فراده نحن على سفر صلينا ركعتين وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا قال تلك سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يأخذ البنك 500 جنيه على 6 ألاف في ثلاث سنين على أنها مصاريف هل ينصون ياسر بن كمال على أنها مصاريف إدارية أم أنت الذي تفهم ذلك إذا نص على أنها مصاريف إدارية فالخطب أيسر أما إذا قالوا فإذا ربوايا فلا تجوز حكم المصافحة لزوجات الخال والعم لا تجوزوا لا تجوزوا لا تجوز يحيب بن منصور سؤاله اللهم صلى على رسول الله وسلم هائة السبابة في التشهد شهر فقط الدلح يسأل عن حكم حكم ماذا الوضوء بالجورب تقصد المسح على الجورب تلك مسألة خلاف بين أهل العلم منهم من يجوزوا ذلك ومنهم من يمنعوا ذلك واختاروا عدم الجواز لضعف الأحاديث الولدة في هذا الباب يعمل سائق باص هل يجوز الجمع بصلاة واحدة للضغر والعصر وبعدها المغرب والعشاء لا الظهر مع العصر فقط لا يتجمع في السفر إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أما الأربع مع بعضهم لا يجوز الدعاء فكوة تعلق تعلق بماذا ميسرين تعلقوا لي يا رب صرف عني الأذى هل يأسم المسافر إذا ترك الجماعة الجماعة لا تجب عن المسافر إمرأة رضعت ابن عمها ثلاثة مرات وشعرت بأنه شبع فقط بالمرة الثالثة هل هكذا حرم على بناتها الأحوط أن تبتعد عن تزويجه ببناتها للخلاف القائم في هذا الصدد في عدد الرجعاء الرضعات المحرمات فالجمهور يقولون رضع واحدة تحرم الجمهور يقولون رضع واحدة تحرم والحنابلة يقولون ثلاث رضعات والشافعية خمس رضعات المهم احتياطا بعد أن لم يحصل زواج لا تتزوج حكم الصلاة حاذ يعني محصور البول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولو هو إذا يفعل أخبثان فتكره وإذا كانت المدافعة الشديدة يخرج ويقضي حاجته ثم يرجع بعد الوضوء هل يجوز الجمع بدون قصر في الصلاة بدون قصر في السفر يجوز لكن خلاف السنة إذا كنت مسافرا فالقصر مع الجمع حكم التصرف في مال الزوجة العاملة وحديث لا تتصرف المرأة إلا بإذن زوجها لا يجوز لك أن تتصلت على مال زوجتك فلا يحل مال امرأة المسلم إلا بطيبة من نفسه أما قوله لا يحل لامرأة أن تتصدق من مالها من مالها بغير إذن زوجيها فهذا الحديث المعارضات له أقوى منه وفيه بعض الكلام وأن المعارضات له أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا شعرت أني أعتقت وليدتي تعني الأمة قال أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك أيضا حسن النبي صلى الله عليه وسلم النسوة على التصدق بعد صلاة العيد فكانت المرأة تقوم إلى خرصها وسخابها تطرح في حجر بلال ولم يرد أنهن استأذن الأزواج هل في الكافنة أمامها ليس في الكافنة أمامها كيف أصل للتروح في المنزل صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشيت الصبح فأوتر واحدة نقول أم عبد الرحمن تقصيد سلعة للبنك بدون فيدة من أماكن يحددها البنك البنك لا يعمل شيئا لوجه الله إنما يأخذ الفايدة من البائع يعني البائع هو الذي يعطيه الفايدة على كل حال بوضعك أفضل لكن لكن ليس عليك أن تأثم إذا اشتريت بنفس السعر بدون فايدة لكن ينبيك على أن البنك يأخذ يعني صاحب المحل الكبير يقول للبنك يا بنك أنا مؤلن من السلعة بعشر جنهات للمستهلك لن أزيد على المستهلكين شيئا ولكن حقك أنت أخذه تأخذه مني تأخذه مني فالمشتري ليس عليه شيء لكن للغبش الذي في المسألة البعد أسلم والله أعلم مع عدم استطاعة القطع بالتحريم الآن ما حكم أجل دبائح الشيع إذا كان الشيع يعتقد أن غير الله يكشف الضر ويجلب النفع فلا تأكل زبيحته أما إذا كان أمره مقتصر على الابتداء الخفيف ويسمي الله فيجوز أكل زبيحته صديقته بعيدة عن زوجها خمس سنوات وهو طلقها بالكلمة بس ليس فيه الورق وهي على لقم شخص أخير في انتظار ورقة الطلاق يجوز ستفتح على نفسها باب شر وباب قضاء فالأفضل أن لا تتحرك حركة إلا بعد أن تأخذ ورقة الطلاق ما يمانع من الزابح ليلا فأد بنوق حرام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى حديث ثابت لا يجوز ما حكم أسأل الضارة ما أسأل الضارة هذه فهمنا إنك لا أصطلح في رأيك أو أصطلحات أخرى عند غيرك بارك الله فيك أحمد بن بودير الله يسكننا وياك الفردوس حكم الاستعانة بالجن المسلم في معرفة مكان السحر لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعى ودعى ودعى ولم يرد أنه استعان بجني يفك له السحر أو يخرج له السحر من مكانه لا منع من قراءة الجنوب للقرآن وقراءة على طهارة أفضل أما الجواز فالحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه أما حديث علي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ليحجبه شيء إلا الجنابة فلاسة أما الاستحباب استحباب الوضوء لحديث إني كريت أن أذكر الله على غير طهارة القول الفصل في القرود والوداء بالفائدة ربوية حرام ذهب المستعمل عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول حكم أن أقول لأحد معي في العمل الله ينور عليك من باب أنهم مطكن للعمل لا بأس حكمي رأس من شخص كان يعمل في بنك ربوي لبأس أن تأخذ المراس وأكثر من التصدق لعل الله أن يرحمه أكلت بصر نصلي في البيت صلي في البيت من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا وليعتزل المساجدنا هل كفن المرأة مثل الرجل ما عندنا نصوص ثابتة نعم وردت أحاديث في صنة كفر المرأة لكن لا تثبت والأمر واسع المهم ستر المرأة سترا جميلا أنا أقضي مصالح لأخواتي وأخذ مبلغ قليل مقابل هذا العمل دون علمهم لا يجوز لك يتوأم صرح قل لهن سأأخذ أتعابي لما تظهر أنك رجل محسن إليهن وأنت تأخذ أموالهن تأخذ الأموال قد تقول لك أحدهم لا أريدك هل الإصراع في سنة الفجر تجوز حتى ولو في المنزل السنة الإصراع في سنة الفجر عائشة رضي الله أنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعته الفجر لا ندري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لها سرع في سنة الفجر هل قنوة في المساجد الآن جائز في هذه النوازل نعم يستحب القنوة يا أخ محمود بن مصطفى في هذه الآونة لأنها نوازل تحل بالعالم فلنجتهد في الدعاء كي يصرفها ربنا عننا وكذلك المصائب التي يتعرض لها المسلمون في بلاد الكفر والإلحاد كالصين الملحدة والهندوز الذين يعبدون البقر والبرمويين ومن يعبدون بوزة وغير هؤلاء الكفرة يجب أن نقلت عليهم حتى يرفع الله البلاء عن أهل الإسلام انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لصلاة جماعة لرفع فيروس الكورونا السؤال قاصر إنما الذي ينبغي أن يقال إنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت دعوة ما ندري من الذي دع إليها وهذا له تأثير أن يجتمع المسلمون كلهم يوم الثلاثاء في ساعة محددة في العالم كله لصلاة يدعون فيها ربهم بكشف مرض القورونا ويصنع لم يرد مثله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الذي ورد أن تقنطوا في الصلوات أهل الإسلام يقنط الأئمة في الصلوات أما أن يخرج شخص يده إلى صلاة العالم كله على صلاة ويتبعونه فذلك سبيل غير مسلوك وقد وقع الطاعون في زمن الصحابة ولم يحدث أن عقدوا صلاة مخصوصة فلا تسنوا سننا ليست وفق الكتاب العزيز ولا السنة المباركة فلا تتبعوا من يدعوكم إلى شيء لا تعرفون أصله من الكتاب ولا من السنة الوارد يقنطوا في الصلوات النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في النوازل عليه الصلاة والسلام قانت قائلنا اللهم عليك برأل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله قانت وقال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وعياش بن أبي ربيع وسلمة بن إشام كان النبي يدعو الله لهم فلذلك لذلك بارك الله فيكم المشروع عندنا القنوة في النوازل سرق مالا ولم يرجع سرق مالا ولا يقدر على إرجاعه لضيق الحال ولا يقدر أن يقول لمن سرقه الفضاء إذا يوصي إذا مات يسدد الدين لفلان ولأن يطلب السماح في الدنيا أحسن من أن يطلبه أن يقتص منه في الأخيرة عليه بن رزق لا تكون مثيرة للفتن فإنك عهد منك أنك تثير قلاقنا كثيرة انتبهي عليه بن رزق أحسن على ما ينفعك يا أبني هل تجوز صلة الرحم بالهاتف نعم تجوز صلة الرحم بالهاتف أميرة تسأل زوج مسافر بقال سنين ورافض أن زوجته تبقى معاه بالرغم أنه مقتدر لو طلبت الطلاق بسبب رفضه أنها تبقى معه علشان جمع مال كثير هل تأثم لا تأثم أعود من مال المتصدقين بجزء منه أعود من المتصدقين بجزء منه بهدية عليهم لأخذ صدقة أكبر لا يجوز هذا يعني هم تصدقوا بمبلغ تأخذ المبلغ وتشتري صدقة هدية منه لهم حتى يجبوا الزكاة أكبر لا يجوز لك حكم التسبيح بالسبحة لا منع منه هل القنوط خاص بصلاة الفجر ليس خاصا بصلاة الفجر إنما بكل الصلوات بكل الصلوات القنوط في كل لكن إن كان في الفجر بصورة إذا خصت الفجر لا بأس أيضا وهذا الأقرب أيضا يعني إذا لم تكن ستقنط في كل الصلوات خصت الفجر بالقنوط لأن النبي عليه الصلاة والسلام قنات شهرا في صلاة الفجر يدعى لرئل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله مات رجل نعهده على أنه لا يصلي هل نصلي عليه إذا تركت فئة منه من المسلمين الصلاة عليه زجرا لغيره جاز جاز وإن كان جاحدا للصلاة لا تجوز الصلاة عليه كان جاحدا للصلاة لا تجوز الصلاة عليه كان متكاسلا جازت الصلاة لكن حتى مع جوزها انترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه لزجر غيره من من يتركون الصلاة جاز لهم ذلك هل لمس الكلاب دون الوجه ينقض لضوء؟ لا ينقضه بس اغسل يدك دعوة للمسلمين في الهند نسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب وأن يصرف عنهم كل بلاء هل جميع أذكار الصباح والمساء ثابتة وصحيحة؟ ليس كلها ثابتة وصحيحة من الصحيح ومن الضعيف الميراث من فوائد ربوية إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا حكم خلع الزوج بدون علمه القاضي هو الذي ينظر وقضاؤه نافذ في هذه الأشياء ترك صلاة الجمعة ما الحكم لثالث مرة؟ ذكرناك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حسنه بعض العلماء من ترك ثلاث جمعات تهونا طبع الله على قلبه هل يتصدق بالمال ويهب الأجر لمن سرق منه؟ لا وجدت المال ضعه في ظرف وأرسله مع أي شخص قل هذا ما لك كانت لك مظلمة عند أحد أتاك بها ولا يسميك بدلا أن تلعن الظالمي الظلام أشعل شمعة شرحه يحتاج إلى تفصيل بارك الله فيك علي بن رزق ولكن أنصحك ثم أنصحك ثم أنصحك أن تحرص على النافع امتثالا لقول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك وليس الكلام لك فقط لي ولك ولغمهم المسلمين احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك أمط الله هل يجوز إعطاء الخالة الفقيرة من زكاة المال؟ نعم يجوز إعطاء الخالة الفقيرة من زكاة المال وهي أولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على البعيد صدقة والصدقة على القريب لا أجران صدقة وصلة حكم الباروق الصناعية للزوج الشعر لا يجوز لا يجوز الوصل لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها لزوجها ولا لغير زوجها الاستغفار بالقلب دون اللسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي أمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم هل تجوز قراءة القرآن وبثبه للميت لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تواصل يا شعر الأشواق ما عندنا مانع لكن الرقم موجود صفر ألف خمسة ثلاثة 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 ثمانية ثلاثة ما مبطلات الصيام في رمضان مبطلات الصيام في رمضان الجماع مبطلات الصيام في رمضان أو حتى خروج المني بشهوة عفوا في يقزة الأكل والشرب هذا الأساس يضع طعامه وشرابه وشهواته من أجلي أمور ثانية اختلف فيها كالحجامة الحقن القطرة وكل هذه على التحرير لا تنقض الأصيام والله تعالى لو أعلم حكم اللباس اللي ننزر أمام المحارم لا أعلم اللي ننزر كلمني بالعربي اللي ننزر العين يعني العدسة طيب سمعها بالعربي الله يسلمك لا منع من ذلك هل ثبتت أحاديث صريحة في المهدي والدجال نسمعت شيخا ينكر ونزول أمام الدجال فثابت في الصحاح في الصحاح وكان النبي يستعيذ بالله في كل صلاة من الدجال وقال ما من نبي إن لو أنظر أمته المسيح الدجال أما المهدي فالأحاديث التي وردت فيها لا يخلو حديث منها من مقال البنوك التشاركية لا أعلى معنى شيء حكم صلاة البنت البنت بالبنطلون البنطلون واسع الفطفاض لا بأس بذلك حلية الأولياء كتاب حلية الأولياء الأحاديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تفرد بها أبو نعم في الحلية ضعيفة ما ألية اختيار الأسئلة ليس عندنا ألية السؤال الذي أتي أمامي أجيب عليه خذر استطاعاتي وجهدي حكم طفل الأنبوب لا بأس بذلك إذا كان الطبيب أميما أمينا مدة القصر في الصلاة كم يوم إذا كنت مترددا سأسافر غدا سأسافر بعد غد تقصر ما دمت مترددا أم إذا أزمعت الإقامة فالجمهور يقولون ثلاثة أيام تقصر بعدها تتم وثم تخلاف في هذه المسألة والله أعلم ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد عدد من الأيام إنما الذي ورد أنهم أخذوا ذلك من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدسة زينة لزوج لا بأس بذلك يسهو في الصلاة وينصى أيضا سجود الساوي كثيرا ماذا يفعل الصلاة صحيحة مع علاج النحس تعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال حكما قبض الجمعية ومات ولم تكتمل الجمعية ديون على أهل يسددونها من التركة قبل تقسيمها كاثرة الحلف ولا يتذكر إذا كنت معقدا للأيمان فأكثر من الكفارات هل يشترط الإطعام أم إخراج مال في فدية النزر فدية النزر إذا نظرت تفي بالنزر على الوجه الذي نظرت صحة حديث مبيت علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في رجاله يحسنون رجاله وحديثهم يحسن يعني الكلام الذي فيه يسير أن عانت بعض المدلسين شيئا ما لكن متغاضعا مثلها من أصيب بسرطان وموت مؤكد وحينها تاب هل تقبل التوبة أم كتوبة الغرغرة الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى وعليه بالاستغفار ولا تقنطوه من رحمة الله إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبي طالبي وقد حضرته الوفاء فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام يهودي كان يخدمه فقال يا غلام قل لا إله إلا الله فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبو أطأ أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فقال الغلام لا إله إلا الله ثم مات قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بها من النار قول الزوج لزوجته عليه الطلاق لا تفعله كذا وفعلته يكفر كفارة يمين حكما مات عليه دين وما يملكش شيء يؤدي عنه ورثته أو تجمع له الفاقة من المسلمين ليس الزكاة وإن لم يكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه من أخذ أموال الناس يريد أتلفها أتلفه الله زوجتي أخذت حكم بالخلع بعدما كذبت على المحكمة أنا كنت مسافر أعلم بالجلسات الخلع واقع وهي ستتحمل اسم الكذب بين يدي الله هل تجم الزكاة على مال دار عليه الحول لشخص جمعه من أجل الزواج وأن عليه ديون تخصم الديون التي عليه وإذا تبقى مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية زوجة طلبت الطلاق عن غير رغبة من الزوج وتم الطلاق على الإبراء فما لها شرعا تلك قضية تنظر فأبين لإخواني المتابعين هناك شيء اسم الطلاق للدرر يعني مثلا زوج كل يوم يضرب الزوجة يضر بها يمنعهم النفقة طلبت الطلاق للدرر تأخذ كل حقوقها كمطلقة لكن زوج يؤدي ما عليه وكرهت المرأة المعيشة معه ترد إليه صداقة ففي فارق بين الخلع وبين الطلاق للدرر كثير من العامة يتيممون للصلاة رغم وجود الماء لأعثار وهي على كل حال التيمم لا يصار إليه إلا عند فقدان الماء أو الضرر المحقق كيف فك السحر إذا وجدناه حرقه وعاوز نفسك بالمعاوزتين نقودي في بنك أعطوني عليها فوائد ماذا أفعل بتلك النقود نقودي في بنك أعطوني عليها فوائد ماذا أفعل بتلك النقود خذها أخرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة كيفية الإطعام في الكفارة طعم عشرة مساكين كل مسكين وزبة واحدة شركة الأدوية ترشي الأطباء لكتابة أدويتهم كعلاج هذا حرام أنوي على اللصوص الموجودين الآن كالأطباء اللصوص وكذلك أصحاب مراكز الأشياء اللصوص وأصحاب معامل التحليل اللصوص كل هؤلاء الظلمة يجتمعون على المريض ويذبحونه ذبحا إلا من رحم الله الطبيب يرى المريض لا يحتاج إلى أشعة لكن لأنه متفق مع معامل الأشعة على نسبة يرسل المريض أكشف أشعة وعند من؟ عند مركز كذا كذا فتأتي الرشدة وتأتي التوصيفة من الطبيب وله نسبة 20% من ثم الأشعة وعشر أفلام من ثم الأشعة وفي كل شهر يتقاضى هذا اللص لا برك له في ماله ولا في نفسه يتقاضى الرشوة آخر المريض لا يحتاج إلى تحليل ولكن الطبيب الجشع الحرامي الطماع الذي خان دينه يرسله إلى معمل يحلل ومعمل بالذات بإسم واحد وله على كل من يرسل له مبلغ معين شهريا المريض في حاجة أن يرحم ليس في حاجة أن يذبح من هؤلاء أهل الجشع والطمع الأطباء وكذلك أصحاب عامل التحليل وشركات الأدوية كذلك من الممكن أن يكون شفاء المريض بإذن الله والطبيب يعلم في حبة سبرين مثلا رخيصة الثمن لا يكتب أعلى الأدوية ثمنا وأخذ من شركات الأدوية رحلة إلى فرنسا لا برك له فيها رحلة إلى فندق في شرم الشيخ من أجل أنه يكتب الأدوية التي تتجه الشركة فأصبحت منظومة لصوص في وسط الأطباء ونقابات الأطباء تقف مكتوفة الأيدي يجامل بعضهم بعضا فجدير بأهل الاختصاص في الطب أن يضع قوانين رادعة لكل هذا يتحمل المريض الفقير مريض يشتكي من الفشل الكبدي من الفشل الكلوي يحتاج إلى أن يرحم وأولئي اللصوص لا رحمة عندهم ولا هوادة يتاجرون بالمرضى لا برك لهم فيما يصنعون من الحرام جدي مات منذ سلاثين سنة وكان عنده فدان ونصف جار من الأقاف من خمسين سنة وعندها خالي وأمي هل أمي ترس هذه الأرض ترس من ماذا يا محمود بن عبد الرحمن كيف ترسون أرض الأقاف يا حبيبي كيف ترسون أرض الأقاف أنا أوقفت أرضا لله كيف تستجيز أنت وأمك وخالك أن ترسون من هذه الأرض وليست ملك لهم هي إجرم الأقاف فهذا الذي يحدث في كثير من البلاد الآن يتقاسمون الحرام أرض أوقاف شخص صالح وقفها لأي غرض قال تبنى مسجدا يبنى عليها تبنى عليها مستشفى تبنى عليها مدرسة يذهب قوم يضعون أيديهم على أرض الأوقاف لضعف الدولة وبعد ذلك يدعو كل منهم أن نلو الحق وتأتي البنت ليه حق حق يا حرمي أنتو أخوك وخالك أنتم لصوص تتقاسمون المحرم وكذلك السكان الذين يسكنون بناء على القوانين القديمة التي سنها جمال بن عبد الناصر وعفض إلى ما قدم تلك القوانين الباطلة التي مكنت المستأجر أن يجلس في الشقة وفي الأرض رغم أنف المالك كان المالك كتب عقدا مع المستأجر وشهرة أنا حق لي أن أفسق العقد وأن تحق لك أن تفسق العقد جاءت قوانين الثورة المصرية الأولى الباطلة تقول المستأجر لا يخرج إلا باختياره فأصبح المستأجر مستأجر شقة بخمس جنيهات إلى الآن يدفع عشر جنيهات إشار الشقة والمالك لا يستطيع أن يأخذ حقه فليعلم الجميع أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله قد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا به إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون إن رب العزة سبحانه وتعالى حذر من أكل أموال الناس بالباطل ارتكانا إلى القوانين القوانين الباطلة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقططع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها حتى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قد يأتي الشخص يتكلم أمامه كلاما يجعله يقضي بغير الحق في هذا الباب إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه فيحذر النبي قائلا فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقططوا له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها ما حكم الأربعين للميت ذاك صنيع لم يفعله النبي وهذا من البدع الخميس الأربعين الذكرى السنوية كل هذا من البدع والخرافات حكم الرهنية للأرض كل قرد جر نفع فوارب هل صرات التسبيح في سنده ضعف السنة في توزيع الأضحية لا يشتناك سنة ثابتة في توزيع الأضحية إنما هي على المتيسر الذي تستطيعه حكم الاستحادة الاستحادة غير الحيض كما هو معلوم الاستحادة غير الحيض كما هو معلوم فالاستحادة دم جرح ينزف فعلى ذلك لا يمنع من صلاة ولا من صيام ولا من جماع إنما الذي يمنع دم الحيض وقد استحادت مع النبي صلى الله عليه وسلم عفوا اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى النساء فربما وضعنا التسطة تحتها وهي تصلي هل الرب لا يكون هل الربا ربا لا يكون إلا في الذاب والفضة كيف ذلك الملح بالملح يدا بيد ها أنبهاء مثلا بمثل تمر بالتمر كذلك الأصناف التي بعناها الرسول وما على شكلتها عند الجمهور بمعنى أنك إذا بدلت صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر ردي ربا ربا هو سمى ربا الفضل الأب الذي لا يرسل أي مبلغ من المال لأولاد عفوا لأولاد عشر سنين طيب ظلمهم حكم تارك الصلاة بغير إرادته أي سبب لا تقدر على تركه سؤالك غير واضح وفقك الله يا دكتور عبد المحسن الشتوري يسأل أبو معا عفوا أحبك الله يا شتوري ما حكم من نطق بالطلاق كقول أنت طالق طلاق ستون أحسب تطليقة واحدة هل التشافي بالقرآن جائز التدوى بالقرآن جائز وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفت في يديه بالمعوذات ومسح رأسه وما استطاع من جسده ماذا يفعل من ترك بعض الصلوات لمدة سنة يوسف عليه إعادتها على الوجه المتيسر له أحد الأفراد عفوا هل تجوز صلاة في صلاة جماعة السلام عام أبو أحمد يسأل هل يجوز المصلي في صلاة جماعية التسليم وإمساك أحد الأفراد الذين يسرقون الأحذية ويعيدوها مرة أخرى أختار ويرقين بالجواز لأن هذا فساد عام وقد ورد في هذا الصدد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري الحديث كان يصلي والناقة بجواره فأردت الناقة أن تشر فأمسك بلجامها فهي تريد أن تنفر وماسك باللجام فقال أحد الخوارج انظروا إلى هذا الشيخ الضال كيف يمسك الناقة وهي تريد أن تمشي فصل الرجل ثم قال والله لقد غزأت مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات ورأيت من تيسيره ولأن تذهب الناقة وأن شغل في صلاة شغلا كبيرا بها شغلا كبيرا لا أستطيع معه تدبر الصلاة أشق علي من أن أخذ باللجام الناقة حتى لا تنصرف يعني كلامه باختصار ويعني هذا التوصيف إذا الناقة ذهبت وهربت أنا طول الصلاة سأنشغل أين ذهبت وأتمنى أن أسرع بسرعة لأدركها فسأنشغل عن صلاتي وهذا الرجل الذي يسرق النعل ويمشي إذا سرق النعل طول الصلاة ستبقى منشغلا في النعل الذي أنت اشتريته للثمن يعني في فرق بين القبقى بالخفيف يعني ممكن تضحب لكن أتيت بنعل جيد وأخذه ومشأ فأنت مسكته وقبضت عليه لنها عن فساد أظن والله أعلم والله أعلم والله أعلم أن هذا يجوز حكم مال الأقصاط إلى ستة عشر شهر عليه زكاة السؤال غير واضح يا أخت هاجر طهارة البنات من الدين يعني الختان الختان من الدين لكن يرجع فيه إلى الطبيبة هل البنت يستدعي أمرها ذلك أو لا وإلا فقد استدل بحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل وسدل بعض الأحديث الضعيفة يا إذا خفضت فأشمي ولا تنهيك فإنه أنظر الله وأحظى عند الزوج وأسدل أيضا بأن حمزة رضي الله عنه لما كان يوم أحد في قصة مقتله في البخاري خرج رجل من أهل الكفر اسمه سباع ابن أم أنمار فقال يا أصحاب محمد هل منكم من مبارز فبرز له حمزة قائلا يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحد الله ورسوله ثم قضى عليه حمزة فكان كأمس الذاهب فقول مقطعة البذور يفيد ذلك أهل يجوز الصلاة بالكمامة تجوز الصلاة بالكمامة لكن تتكلم يعني لا تقرأ تسمع نفسك على أقل حقما تخاصم مع شخص ولكن لا ينو الهجر هل تقع القصوم هو تخاصم لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهزر أخاه فوق ثلاث يلتقيان يعني يتقابلان فيورد هذا هذا يرفض السلام ويورد هذا وخير من الذي يبدأ بالسلام أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أبا أحمد وحفظك في أهلك ونفسك ومالك وذريتك يزاك الله خيرا لمال تجارة تجمع على أقصاد ستة ستة عشر شهرا قد تتعدل الأربعين أو الخمسين ألف إذا قلت على النذاء بالنصاب الفضة اختهاجا إذا كنت مصرية واربعين أو خمسين ألف جنيه ما وصلت إلى النصاب في حال الذهب أما الفضة فإذا أردت أن تبني على النصاب الفضة وأنفع لك في دينك وأنفع للمسلمين للفقراء فتزكي عليهم كل ألف خمسة وعشرون جنيها أما النصاب الذهب فهو سبعة ونتسعين واثنين من عشر جرام من عيار واحد وعشرين أو أو خمسة وثمانين جرام من عيار أربعا وعشرين أما النصاب الفضة ستمائة جرام أو بالضبط خمسة وثمان وتسعين جرام المهم أن النبي رفق به فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعة هل يجوز أن أزر بالصلاة وأنا بمفردي نعم يجوز ورد أن أبا بكر وسنت فيه كلام خفيف وعمر كان يصليان من الليل عمر يرفع الصوت وأبو بكر يخفض الصوت فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله أوقذ الوسنان وأطرد الشيطان أن أرفع صوتي حتى يارى بالشيطان ويستيقظ النائم قال أبو بكر يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيته يعني أنا أنا ناجي ربي وهو يسمع إذا أصرفته فيذكر يذكر بصيغة التمليد أن النبي أمر عمر بأنه يخفض قليلا وأبو بكر يرفع قليلا حبك الله وفقك الله لكل خير وضح المراد بالتنويم المغناطيسي بارك الله فيك وضحه هل التجارة مكسب محدد ليس هناك لتجارة مكسب محدد لكن لا يكن غابنا فاحشا فإن الغابن الفاحش يدخل في الغش يعني معروف أن زجاجة مثلا البيبسي مثلا بجنيه مثلا واحد أرسلت ولدي فباعها له بعشرة جنيه الغابن فاحش لكن مثلا زجاجة بيبسي بجنيه أرسلت الولد باعها بجنيه ربع ربع جنيه زايد متحمل أما إذا ذهبت وأنا كبير فباعها لي في الطريق مثلا زجاجة البيبسي برياب بجنيه في الطريق على طريق العام باعها باعها بثنين جنيه باعها بثلاثة جنيه طريق أحكامه تختلف عن الإقامة والله أعلم والبيعان بالخيار إذن ريتاج تقول عفوا زواج البكر بدون ولي ولا مهر ولا شيء قلت زوجتك نفسي وقالوا أنا قبلته زوج باطل باطل يا محمود إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وقال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ألفتوا كتابا في السيرة النبوية هل من الممكن مراجعة تفضل تراجعه لا أكل هترسله وأتقل راجعه أنا يأخذ مني شهرا في المراجعة بدقة لكن إذا جئت وتحملت سنتحمل معك لوجه الله أما أن ترسله لي تقول خذ راجعه فعندنا عشرات الكتب أولى بالمراجعة من كتابك اختها لا تصلي فنصحتها بأن تصلي حتى ولو جالس وأصبحت تصلي وهي جالسة هل عليها إذ إن كانت لا تستطيع القيام صلت جالسة إن كانت تستطيع القيام لا يجوز لا أن تصلي الفريضة جالسة إنما النافلة تصليها جالسة لكن إن كانت تستطيع القيام في النافلة وصلتها جالسة فعلى النصف من أزر القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من أزر القائم ومحله إذا كان يستطيع القيام في النفل وصل جالسة أما الفريضة فلا يصح فيها أن تصلي جالسا مع قدراتك على القيام والله أعلم هل يجوز شراء أساس أو غيره بوسطة السلف بدون فائدة لمدة معينة هل يجوز شراء أساس أو غيره بوسطة السلف بدون فائدة لمدة معينة لكن صاحبه ضفع مصاريف الملف ذات تأمين السلف ما أدري ما تأمين السلف هذا تاج إلى مراجعته يعني تدفع وضح لي بعض الشيء اللي إذا كان يصنع في بعض البلاد مثلا جمعية تقول أنا أقرد الألف للشخص أخذها ألفا لكن شارعين ملف نكتب فيه نريد ثمن الملف لا بأس قال قالت الجمعية هناك من يموتون ولا يسددون فسنأخذ مبلغا كتأمين للذين يموتون ولا يسددون حتى نسدد معهم غيره هذه فيها كلام والنفس لا تطمئني لها مساعدة الأبناء والزوج تعتبر صدقة تعتبر صدقة إذا كانوا فقراء هل تعتبر من زكاة المال تعتبر من زكاة المال عند فريقنا العلماء جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أن يريد الصدقة لم يوضح زكاة مفروضة أو نافلة وزعم ابن مسعود أنه ولده أحق من تصدقت عليهم قال نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم لأنهم كانوا فقراء كان ابن مسعود فقيرا رضي الله تعالى عنه في الأول شهادته اللي استثمار ربع صلاة في البيت صلاة الفريضة في البيت مع القدرة على الذهاب للمسجد أختار رأي العلماء القائلين بتأثيم من يفعل ذلك لقول النبي عليه الصلاة هممت أن أمر رجلا يؤذن ويعفوا أن يقيم الصلاة وأمر رجلا أن يؤموا الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فحرق عليهم بيوتهم ولأن ابن مسعود قال قد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وأيضا قال النبي عليه الصلاة للآمة هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب والله أعلم بهذا القدر أجتزئ سئلني اللهم يجمعنا إياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيق أيها الإخوة والأخوات دمتم في حفظ ما دمتم تطيعون الله وتحفظون حدودا ففي الحديث يحفظ الله يحفظك دمتم منصورين ما دمتم تنصرون دينكم قال تعالى إن تنصروا لا ينصركم ويثبت أقدمكم دمتم مهتدين ما دمتم دعاة إلى الله مجاهدين في سبيله لألاء كلمته قال تعالى والذين جهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لماع المحسنين فاجتهدوا في تعلم دينكم وتعليمه للناس ومن القربات التي نتقرأ بها إلى الله تعلم العلم الشرعي وتبليغوه للناس فإذا كان المتصدق يثاب والمصلي يثاب والمعتمر يثاب الذي يقوم الليلة يثاب فكذلك الذي يتعلم دينه يثاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ مغفر الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية فهي خير له من ناقة تعلم آيتين فهي خير له من ناقتين فاجتهدوا في تعلم دينكم وتعليمه للناس فتلك من القربات التي نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى ختاما أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلانا وإياكم برحمته اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين الشكر لله أولا وآخرا والحمد له في الأولى والآخرة ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذا موصول للإخوة الذين بذلوا مع إجادا لإخراج المجلس لإخوانهم وفقهم الله لي كل خير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته